عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمنقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة موقف انتاج الأسمدة بعد السنة في عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي أحد المكونات الرئيسية اللازمة لانتاج الأسمدة وأكد مدبولي أن هدف الاجتماع متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر خاصة في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الانتاج خلال الفترة الماضية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة غلق منافذ تسريب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه